كل التوفيق الاندية المصورية في البطولات الافريقية في الموسم المقبل ومن اخبار الاندية لاخبار اتحاد الكورة اقترب اللوى صفي الدين باسيوني من رئاسة لجنة ترخيص الاندية في الموسم المقبل 2019-2020 حال اعتذاره عن رئاسة لجنة الحكام المقرر تشكلها خلال الايام القليلة المقبلة مسؤول الاتحاد الكورة برئاسة سروة سويلم المدير التنفيذ والقائم بأعمال رئيس الاتحاد عرضوا عن اللوى باسيوني رئاسة لجنة الحكام لكن الآرب هو اعتذاره عن هذه اللجنة وتولي الكابتن سمير عثمان رئاستها مسؤول اتحاد الكرة أكدوا أن الليوة باسيوني سيتولى رئاسة لجنة ترخيص الأندية المحترفة التي ستشكل أيضا خلال الأيام القليلة المقبلة